السلام عليكم ورحمة الله هذا ما سوف ترى فيه مونو بود لكن فيه محرك خدمته شركة موزا سمته سلايبود برو أو معروف تضربه وظيفته في اليوتيوب بيزيك لي خليك تفعل حركات اللي ربما يجوك صعب ولا ما تخذش تفعلهم بسلايدر تقليدي نعطيكم مثال لو جاي في راس ايدوك نقول الكاميرا راه يدخل طنوبيل و تخرج من التاقة هذه الحركة اللي رك حيبدرها في الفيديو تاعك نقولوا رك رايح تستعمل عدسة واسعة تلحق الواحد للجهة وين العدسة والتي تحكم القاموات على سلايدر خطر الالتراويد صح هذا لا لا هذا هو تليسكوبيك كيف يخرج ويعود يقول لي ما يخلي ولو من القدام ولا ولو كم فهميني العفزة كيفاش انا اول مرة كيف استعملته مع هذيك العدسة لي شغل كما برو بلانس خطر ساعدني شغل دخل الداخل شكارة على الشيبس وكت خارج مولي للور هكذا وكي كنت مولي للور ما يخلي ولو من القدام ما يخلي ولو سلايدر خارج تليسكوبيك هذي حاجة بزاف مهمة هو يرفض 3 كيلو وارط الكيكوم بالبوزيجن هذي هوريزونطل وفي البرتيكل العمودي يقدر يفضلك ستاكيل وحاجة مليحة فيه انه البيلت كواليتي تعالي لا بأس مخدوم بالكاربون فيه شوية جوية الاليومينيوم وفيه واحد ماشي بولهات هذية هذي يشغل تيلت وبان هاد ومن اللون عندك ثلاثة قفالي لتشعله وطفيه وكان زوج قفالي ودخرين لتخرجه وتعود ترجعه ومنهم تستطيع التحكم في السرعة بصحة هنا نفضل تستعمل التطبيق خطر شباب وسهل عندهم تحت زوج باست بلايت او مين تستطيع التحكم كما تردوها هذي تحت وهذا كان زوج خطروا على زوج لكي يكون التوازن بصحة كيف استعملت هذه العدسة التي تحت لها معها في جيفم XH2 والحقت لماكسيموم خطر هذا يخرج خمسين سنتيمات كي قريب نلحق زحمها لماكسيموم بدأ يصبح الاهتزاز عندما كنت ركبت له ترايبود الذي يأتي من النور كيف كان يخرج خفيف لم يقوم بوضعهم ومن الأفضل يجب أن يقوم بعمل في الويد هذه الكبيرة هي التي يجب أن تكون تحته المهم كان هناك واحد الجوائي هو أن لا يقوم بعمل هذا الشيء وكان يقوم بعمل هنا يجب أن تتعاونه بذلك البرامج وارب ستيبلايزر تقدر كانت الكاميرا تطلع هكذا تعود تحبط هالك تقدر زعمه تشوفوها هكذا يطلع عبز هذه القفلة ما ما تقدر تستعمله شوه المونوبود عادي برا كدير في بالك بليه ما شي شوه المحرك لازم تبدأ تعبزه يخرج يطلع غير بالعقل وكان مشكلة واحد أخرى ما عمر بالقريس يقع بشوه الزيت تعطونه بيلات هالك شوه النقيط واحد ثلاثة أخطرات ما زاله يخرج زادك الزيت ما فهمت هلاش عندو ريموت كونترول هالك نعود ندخلو حاجة اللي مليحة كما قلت لكم مقبيل سبيد هالك تكراهي واحد بالمائة هاشوفو نديرها طناش بالمائة بعدنا بدا نخرجو يمشي غير بالعقل قوة يا عندو قانيت مثلا هذا يعطي لك تدرج في سرعة ما نقولو يقلع غير بالعقل وفي الوسط يزيد السرعة ولا العكس ما هو بطي خرج غير بالعقل وبعده يبدأ يزيد في السرعة على بل يكراكم تشوفوه من البعيد هكذا ما تفي قولهاش بسرحة نراني نشوف نقرب عليه هاني نحسلها تقولش ما نديفير كي جي حيخلعها المهم كخاتيمة هذا يوم ما راهوش رخيص صراحة راهو يفوت وقل ستمائة دولار وانا في رأيي مخصص واحد المصورين محترفين ليس حقوه في بعض الحالات وين ترديش السلايدر هذا التقليدي ما يساعدهم انا هذا شخصيا وين صح حسيت كما أقول لي فيه كالسيتي تاعه هي كي خدمت به بهذا قوة قوة على الصح فقط طبلا بدي يقول لي ما كان قولهم القدام يخرجوا لك غير اللعفايش لك حيب تفيل مهم شخص يبدوا يخرجوا غير واحد بواحد وما تخافش قاعدة ما يبان سلايدر ولا وحتى لو كان بسلايدر ما تبدأ تدير 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 مهلا وليس لك يقلق سلايدر وما لا يخلق يقلق سلايدر بهذا تدير تدير حيب حبط ماكسيم ما يبان ما يبان طلع ما يبان ما يبان ما يبان وما يبان ويقوم أدول ان شاء الله يكون أعجبكم وقولوا لي السلام عليكم